شباب عندنا science hack مهمة جدا 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 بتيجي في ال- passages في ال- reading غالبا في science passages ممكن تيجي في social science ممكن تيجي في حاجة تانية كتير إنما usually في science with social science اسمها address a problem versus state a problem وممكن هنا كلمة problem دي نستبدلها بكلمة زي criticism ساعات كتير في ال- paragraph الأخير بتاع ال- passage خاصة لو science ال- author بيجيب رأي حد بي- criticize الحاجة اللي احنا بنكلم عليه بيقول إن الحاجة اللي وصلنا لها في ال- passage دي مش مظبوطة قوي فبيديني مشكلة بيديني criticism بيقولي على عيب بس ممكن اختيار الكلمات في ال- answer choices وفي السؤال تفرق معاك جدا في الإجابة في فرق كبير قوي ما بين addressing a problem to address a problem أو address a criticism and to state a problem أو state a criticism الفرق كبير لو أنا حستيت a problem معناها إن أنا حقولك إن في مشكلة وبس مجرد حقولك على فكرة في مشكلة دي مشكلة خلاص هقولك المشكلة وأمشي and to address a problem مكونة من جزئين when you address a problem معناها number one إنك بتقول إيه هي المشكلة you state the problem number two and you say something about the problem usually a solution يبا لو ال- author جاء أو ال- scientist اللي بيكلم في الفيرغافة الأخير مثلا وقال لك في عيب في الفيري اللي انتو وصلتو لها دي إن إزاي حيكون في مية جوة الأرث وهي سخنة أوي كده أكيد المية دي حتكونت بخرت وسكت يبا هنا عمل إيه state a problem بس إنما لو جاء لك إزاي يكون في مية في الأرث وهي بتفورم والأرث كانت سخنة جدا أكيد المية دي كانت تتبخرت ولكن scientist اللي عملت theory دي بيرد ويقول إن دا كان ممكن لإن المية ما دخلتش في الفورم الطبيعي التاحة لأ دي دخلت على فورم تاني كان ممكن يستحملها بحرارة يبقى رديت على المشكلة رديت عليها حاولت أحللك المشكلة حاولت أديك تفسير بديل اتكلمت عنها دي اسمها address a problem وفي الحالة دي تبدأ بتختار الأنسر الصح ما يدي حكش عليك super important and super difficult as well